ونجم الكبير وصديقنا العزيز وأستاذنا الحقيقة وأستاذ الإعلام كابتن أحمد شوبير بيغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء ألف سلام عليك كابتن أحمد الحقيقة أنا كلمت كابتن أحمد واتطمنت عليه والحمد لله أموره جيدة جداً هو كان هناك ارتفاع بس في ضغط الدم اتطمن على كل ما يخص جسمه والحقيقة هو كابتن شوبير ما بينامش كتير فإحنا حتى كلنا يعني أنا بكلمه وقولت له كابتن لازم تنام شوية لأنه كابتن شوبير بيفكر كتير جداً فألف سلام عليه والحمد لله الحمد لله طلع بألف سلامة لزوجته والعيلته والكل محبين كابتن أحمد شوبير يعني حاول بقى تريح نفسك يا كابتن أحمد كل محبينك أو كل الناس اللي بتحبك عايزك تريح نفسك علشان إن شاء الله ترجع أقوى كمان من الأول الحمد لله على سلامتك كابتن أحمد شوبير